وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 149.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم دبط أكثر من 22 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم دبط أكثر من 127 طن وفي مجال قضايا المخابز تم دبط 614 قضية من بينها 182 قضية خبز ناقص الوزن و188 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال دبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم دبط 12 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 185 طن أقماح محلية